Sara انت عم تستعملي كتير skin Area وانت حبله ووووووووووو كتير relaxed رح شيل الرؤوس السودهيا انا بده شايفين حاول عيوني هيا حلمين كيف كون صبايا اليوم رح حول الستوديو تباعه ل 세�واlledne spa انتو بتعرفو قدي I'm obsessed with kbeauty كل شي كورين خصوا بال gymail انا كتير كتير بحبوه كتير مهووسة فيه وخصوصي! في skin area الكوري كلنا سمعنا وكلنا شفنا على الانترنت الوفرولمينج تن ستبس كوريان سكن كير كرميل تحصلوا على جلاسكن حسب الانترنت لازم نعمل عشر خطوات ما بينتهو الفيديو بيكون طوله ساعة اليوم رح نعمل هو الخطوات بس بشكل كتير مختلف ورح يكون كتير ريلاكسنج وكتير حلو الفيديو انا كتير متحمسة واذل انتو كمان كيبا ماتشنج بس قبل اكيد ما تنسو تعمل سبسكرايب للشامل التباعي وخلينا نباليش متل ما ملاحظين انه انا حاطة في الميكوب معقولة تفكروا انه صارة انت عم تستعملي كتير سكن كير وانت حبلي شو الوضع؟ قيز سكن كير رح اعرفكم عليه اليوم اولا هو كوريان 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 مصنوع بكورية ثانيا لانه كتير ناتشرال انجريديينت هذا الشي اللي انا بحبه كتير بالسكن كير الكوري انه المكونات كتير ناتشرال جايبين مكونات من الطبيعة وهن حطينا بقلب البرودكتز تباعهم سو لانه البرودكتز كتير فيون مكونات ناتشرال لها السبب انا بقدر استعملون وكتير سيف وخصوصة للسنسيتف سكن بما اني حاطة فل ميكوب سو رح نباليش اول شي بانه نشير الميكوب رح اقرب الكاميرا على الوج كرميل تشوفوا بالتفاصيل شعن بيصير رح نبلش اول شي بالكلنزينج اويل الكلنزينج اويل رح استعمله رح يكون من براند اسمه بي ذا سكن واكيد هي براند كورية البرودكت اسمه بور ري سات دلا سكن وبما انه عم نحكي قديا الكورية كتير بيهتموا ان البرودكتز تباعهم يكونوا ناتشرال هذا الكلنزينج اويل مصنوع من سبع زيوت نباتية معمولي خصيصا كرميل تشيل الجلد الميت عن البشرة وتفوت بقلب المسام تتنظفها كتير منيح بنفس الوقت تضل هايدريتد وتضل البشرة مرتبة سو خيام بلش اول شي رح حط ثلاثة بومبس على ايدي ورح بلش اعمل مساج للوج كرميل يقدروا الزيوت يفوتوا كتير منيح على قلب المسام تشيلو لنا الميكوب ومن المكونات الطبيعية هي نبتة سنتلا اسياتيكا هيدا النبتة كتير بتساعد على تهدئة البشرة وكتير مناسبة للبشرة الحساسة واللي بحب اعمله هو اني اعمل مساج لمنطقة الانف لانه كمانا كتير بتساعد انه نشيل الرؤوس السوداء والبيضة من هالمناطق الزيت كتير لايت ويت ولاحظوا كيف بس نحط ماي كيف بيتحول لونه لابيض هيدا الشي بيعني انه ازالة الزيت عن الوج رح تكون جدا جدا سهلة وهيدا البشرة صارت كتير نظيفة وهلأ صار وقت كل شي باقي من بلاك هاد انه نعمل استيم للوج نعمل بخار للوج او حمام بخار بنقول عنه للوج كرميل نخلي كل المسام بالوج تفتح واذا فيها اي شي يطلع منا نعم بستعمل ماشين البخار ورح حطها هيك بعيدة عن وجه تقريبا 15 سنتيه هيدا البخار السخن رح يخلي كل المسام تفتح بالوجه رح يخلي كل المسام تفتح بالوجه كتير ريلاكسنج صراحة ورح اتركه لمدة 10 دقايق هيدا افضل طريقة صبايا كرميل نقدر نشيل كل الرؤوس السوداء عن الوجه هلا اتاكدت انه كل المسام بالوجه فتحه اللي رح بيصير هو انه رح شيل الرؤوس السوداء انا بايدي كيف؟ بياخد ورقتي كليناكس مثل هيدا بلفها على اصبعي وكتير ضروري نلف الكليناكس على اصبعنا وما نكون عم نشيل رؤوس السوداء بايدينا او بضفيرنا لانه في كتير بكتيريا ونحن ما بدنا هيدا الشي سو بلف بيها الشكل تاني اصبع كمان نفس الشي وهلا في عندي هون ما بحرف اذا قادرين تشوفوها هون في عندي بلاك هاد كتير كبيرة كبيرة لدرجة انه لازم انا شيلها والزيت ما رح يقدر يشيلها لانه صر له وقت سو رح نشيلها سوا بعمل هيك وبضغط عليها طلعت طلعت قبت من محله واو شفتوها خي كتير مبسطت ان اشلتها سو هلأ برجع بتطلع على وجه مش كل شي كل شي يعني اذا في حبة ما بشيلها بس بتطلع على وجه وبشوف وين في عندي رؤوس سوداء مثل على القنف هون بلش اعمل لون هيك صراحة ما كتير عندي يعني لاني بعمل هادا الروتين دايما كتير قليل تيطلع لي رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء وانا بالنسبة لقليل رؤوس البيضاء اسأل بعض من الرؤوس السوداء ما بحبوهم ابدا سو بعمل هيك مثل اسكام على كل البشرة هيدا كتير مبسطة انشلتها ولاحظوا ما تركت اي قصار حمرة محلة ليه؟ لاني مستعمل الزيت يلي هو كتير هيدريتنج للبشرة وفوقه استعملت بخار المي سو البشرة والمسام او رادي فتحوا مبعد ما تأكدت ان البشرة صارت كتير نظيفة مثل ما شايفين صار وقت نرد درجة الحمودة الطبيعية والبالنس للبشرة شو منستعمل؟ على طول بس بنا نرد درجة الحمودة للبشرة بدا نستعمل طونر الطونر راح استعمله راح يكون من البراند كورية اسمه The Plant Base والطونر اسمه Pour and Turn Over 28 ABA طونر هيدا الطونر فيه مكونات كتير كتير حلوة انا عبحط الطونر عوجة راح خبركم كيف فينا نرد درجة الحمودة الصح للبشرة وشو راح بيفيدنا الطونر بيخد قطن وبحط من هيدا الطونر على القطنة وبالقطنة ببلش اعمل مساج للوج بهيدا الشكل وامسح البشرة المكونات المعمول منه هيدا الطونر كتير كتير منيحة سو راح خبركم عندنا اولا معمول من Tannin Oil Alpha Hydroxy ومكون جديد سامع عنه وكتير حبيته اسمه Galactomyces هيدا المكون بيخلي البشرة تبين كتير سمود كتير نعمة كأنه مراية وغير انه بيرد الحمودة الصح والPH الصح للبشرة من بعد ما نكون غسلنا الوجه نظفنا الوجه كتير بحاجة انه نرد الحمودة الطبيعية للبشرة وغير هيك التونر بيشيل الجلد الميت عن البشرة كتير كتير صبايا بعرفهم بيعملوا skin care كتير حلو لبشرتهم بس هيدا الخطوة بيتخلوا عنا هيدا الخطوة كتير كتير اساسية صبايا التونر كتير مهم انه نستعمله على البشرة وهو راح يحضر لنا بشرتنا لبيئ الخطوات الجاية بما انه بشرته هلا جاهزة كتير كتير منيح انه تتلقى كل الغذاء راح اعطيها لانه البورز او المسان مفتوحين نضاف رجعت الحمودة الطبيعية للبشرة وهلا قصر وقت انه تمتص كل الغذاء راح اعطيهاية لها السبب انا في عندي طريقة كتير بحب اني اعملها وهيدا شي كتير مهم انه نفكر فيه نحنا وعم نعمل ال skin care هو انه ال skin care كتير فينا نعمل اللي بدنا اياه اللي راح اعملو انا هو راح استعمل اتنين امبول مع بعض وراح حطهم فوق بعض على البشرة السبب هو انه بشرته بحاجة لهو الاتنين امبول سوا راح نبلش باول امبول اول امبول راح استعملو من بلانت بيز اسمو تاين ستوب فيتامين امبول اللي بعملو هو باخد من الامبول بحط على ايدي بفرك الامبول هيكي توازوا على ايدي وهلا بلش حطه على البشرة بهذا الشكل هيدا الامبول فيه اربعة عشر فيتامين وسبعة هيلورونيك اسد هيدا الكمبينيشن راح تعطيكم glowy skin بشكل كتير كتير حلو غير انه راح تعمل مثل طبقة فيتامينز فوق البشرة تتحمي البشرة وبتشربها البشرة بشكل مش طبيعي يعني ما تبقى فوق البشرة تشربها البشرة بهيك هلق حطيت الامبول لاحظوا شربته البشرة بشكل مش طبيعي وزيادة فيها تشاري بلاسم اكستراكت كرميل تضوي الوجه وتعطيه كمانا glowy يعني متل بتفتح البشرة وبتعطيها الشراكة هيدا الشي انا كتير بحبه هيدا اول امبول يعني تصوروا بعد بنحط امبول تاني وبعد بنحط اشياء مفيدة اكتر للبشرة واردي فيكن تلاحظوا بشرته بلشت عمطي الغلوو الهلتي غلوو مش الغلوو اللي بتشوفو عم بلمع كتير ما بهم قدي اللمعة عم بتكون المهم تكون لمعة صحية موجودة عالبشرة تاني امبول احنستعملو من بلانت بايز اسمو تايم ستوب كلاجين امبول هيدا الكلاجين امبول فيه مكونات كتير كتير قوية لمقاومة الشيخوخة اللي بعمله نفس الشيخ باخد من الامبول بحطه على ايده بوزعه على اليد بهيدا الشكل وبنفس الطريقة بوزعه على الوجه مكونات هيدا الامبول كتير كتير قوية ويمكن اول مرة سامعين فيها ومن اهم المكونات الموجودة هي 76% من هيريسيوم ايريناسايس اكستراكت هيدا المكون مع تاني مكون اسمو سينكول بحاربو علامات تقدم العمر بشكل مش طبيعي وهن كتير كتير متقدمين هلا خصوصة بالسكنكير بساعدو على مقاومة علامات التقدم بالعمر يلي هن التجاعيد اللي منشوفو حوالي العين شوفو انا حبلة ومنع عملي بوتوكس وهيدا الشيء اصلا ما فينا اعمله شوفو بس اضحك شايفين حوالي عيوني انا بديسمبر بيصير عملي 30 سنة شوفو ان الناس اوقات بيحسدوني عهيدا الشيء بس السكنكير عن جلد كتير كتير منيح بنا ننتبه شو هن البروداكس اللي عملنا ايوم للسكنكير تبعنا لانو منكون عم نستثمر ببشرتنا وهيدا نتيجة البشرة من بعد ما حطينا الامبول خبروني شو رأيكم بالكومنت لها قبل اخر خطوة لهيدا السكنكير كتير كتير مهمة يلي هي كرام لتحت العين والآي كريم رح استعمله من بيذ سكن اسمه فيتا فيتا سيركل زيرو آي كريم بحط من الآي كريم تحت العين بهيدا الشكل والحلو في هذا الاي كريم انه فيه مركب فيتايمين يلي هن بي 3 و بي 5 يلي بيساعده انه تحت العين يبين مشرك وكتير كتير مضوة بيساعده انه ما يكون فيه هيلات سودا وغيرها كافيه 11 بابتايد وهولي 11 بابتايد بيساعده انه منطقة تحت العين او حوالي العين ما يكون فيها تجاعيد وتكون كتير فرم وشادة هذه الكمبيناتشن بين الفيتامين والبابتايد كتير كتير مفيدة لانه اولا رح نستعمل اقل برودوكتز او اقل ميكب على العين لانه البابتايدز هن بيشده تحت العين وما بيخلوا البشرة هيكي رينكلية او فيها تجاعيد هذا شي بيساعد على بالميكب يعني بس نحط كونسيلر او ميكب تحت العين ما رح بيشاقق واللي بحب اعمله انا كرميل اقدر اتأكد انه تحت العين او حوالي العين عم ياخد كل البرودوكتز هو انا اعمل مساج بهالطريقة وهو بثوانه رح تشربه البشرة بهالشكل والتكستشور طبعه ابدا ابدا منا سئيلة ما نحسه فيه على البشرة لانه فيه اوقات فيه اي كريم بيبقوا كتير تقال هذا منه تقيل تحت البشرة بالعكس كتير خفيف وما بتحسه فيه وما بيتعارض مع الميكب تحت العين ما رح بيشقق او ما رح بيفرط هيك بتحسه اوقات عم يفرط هذا الشي ما بيصير مع هيدا الاي كريم من بعض ما رطبت تحت العين صار وقت انه ننتقل للسونسكرين يلي هي خطوة كتير 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 أساسية بالكوريان سكين كير والسونسكرين رح استعمله رح يكون من اسمه سيبوم زيرو ألوي رايس بيجن سونسكرين شو هن الاشياء اللي بننبش عليها بالسونسكرين يلي كتير مهم بالنسبة له أولا حماية كاملة من الشمس يعني 50 SPF ثانيا يكون فيه OIL CONTROL يعني ما يكون كتير مزيت على البشرة وتبلش البشرة تبرو وتبلش تطلع كتير افرازات دهنية كمان هذا الشي موجود بهذا السونسكرين وبنفس الوقت ماينش في الوجه يرتب الوجه وما يكون فيه السونسكرين مش هينه انه نلاقي شي كتير مناسب لبشرتنا سو رح استعمل هيدا السونسكرين واللي بحب اعمله هو حط على اصبع عين بهيدا الشكل موسيقى متل ما قلتلكم هذا السونسكرين اول شي تفتي اصبع اللي هو كتير مهم بالنسبة له وعلى فكرة انه بدمجه شوي على الرقبة كمان لانه الرقبة اكتر شي بيبين عليها علامات تقدم العمر على فكرة وبدنا نحميه من الشمس وغير هيك هذا السونسكرين فيه هول المكونات يلي بيحافظوا على بشرة مشركة بيقوموا علامات تقدم العمر لانه فيهم SPF وبيعطوكن حماية كاملة من الشمس كل البرودكتش شفتوه بالفيديو عليها SPF 10% رح تقل لينك موجود بالبيو واكيد ضروري تستعملوا DISCOUNT CODE SARA10 وكتير مناسب لاصحاب البشرة السنستيف لانه فيهم مكونات طبيعية ولاصحاب البشرة الدهنية خصيصا لانه بيكون عندهم مسام مفتوحة وهيدا السونسكرين فيه اويل كنترول فما رح يخلي البشرة تفرز اكتر دهون وهيدا النتيجة النهائية صبايا بشرتك كتير مرتبة الاحساس بعقد واحلى شي شوفوا اللمعة الطبيعية الموجودة فيها كأنه دلاسكن كتير مبسوطة بالمكونات الطبيعية اللي بقدر استعملها الموجودة بهو الكوريان سكين كير خبروني بالكومنت اي برودكت انا استعملته اليوم بالفيديو بتحستوا انه بشرتك كتير بحاجة لقره واذا مستعملين اي برودكت من البرودكت استعملته اليوم كمان بليز اعطوني الفيدباك تبعكن بالكومنت كمان نكون عم نفيد بعض وهيك ما نكون وصلنا لنهاية الفيديو انشاء الله تكونوا مبسطة بالفيديو بليز خبروني واكيد ما تنسوا شو تعملوا تنضموا لعيلتنا الكبيرة وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا باي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة